ودلوقتي مشاهدينا خلينا نسيبكم مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك مننا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تيجرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس سريير رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الجنوب إفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه فترة رئاسية جديدة وأكد الرئيس السيسي استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة وهو ما ثمنه الرئيس رامافوزا كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة هذا وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها لافتا إلى أن مجلس النواب سيدرس البرنامج خلال عشرة أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الأحزمة النارية العنيفة شرق وغرب ووسط مدينة غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من الفلسطينيين بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في جبالية شمال قطاع غزة إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض كما استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أمنائها إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة أعلنت القيادة المركزي الأمريكي تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الحوثي في اليمن في حين دمرت قوات شريكة لها مسيرتين مسيرتين آخرين فوق خليج عدن وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن تلك الأهداف مثلت تهديداً لقوات أمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة مشددة على عملها على حماية حرية الملاحة واجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية قصفت طائرات مسيارة أوكرانية مستودع ذخيرة داخل روسيا ورجحت مصادر أوكرانية بأن القصف استهدف من شأت تخزين الذخيرة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع تقع في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لجزء من شمال شرق أوكرانيا أظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إمانويل مكرو المرتبة الثانية متقدما على اليمين وحلت الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الأولى مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا بينما حصل معسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجماعيات الوطنية ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر